مساء الخير من القاهرة المدينة التي لا تنام إلى الإمارات العامة ومدينة العين الهادئة ودورة الأحلام تحية واجبة من أرض الحضارة والمجد العايد إلى كل أحبابنا وأهلينا من شعب وأبناء زايد أهلاً وسهلاً بكم في صهرة جديدة من كأس انتركنتننتل واللقاء المرتقب بين الأهلي والعين غداً في إستاذ القاهرة الدولي النهاردة خلاص سيخنت ودخلنا في أجواء المواجهة المرتقبة والنهاردة كان شكل ومشهد غريب في المؤتمر الصحفي لكولر متعودين دايماً الناس تسأله هو النهاردة بيسأل الناس وبيتعجب ومستغرب ليه النهاردة الإعلام الإماراتي بيقول إن المواجهة سهلة ليه بيقول إن أنا جاي أكسب الأهلي ليه حد يرد علي وحد يجاوبني فكان الرد النهاردة مختلف وغريب تعالوا نشوف كده حضراتكم مع بعض كولر قال ليه النهاردة للإعلام المصري بنكرر ضد سراميكا جيبنا جونين إزاي بقى مش فهم سؤال بتاع حضرتكم كان لعب كان جونين كان فيهم جون من كورنر أنا بتكلم إن الأهلي لا يسجل من لعب مفتوح في آخر المباراة يعني الماتش الجوني اللي جيه من الدرب الركنية ده ما يتحسبش يعني هو اللي بيسألك يعني إيه السبب إن التوجه في الإعلام الإماراتي إن هو إن هما الماتش سهل عليهم بالراجم إن هما حيلعبوا في استدقاءتي انا بتأثر يعني انا عملا اتكلمتش في الموضوع ده يريد ما اتكلمش في تاني يعني عايزين بس نركز في شغلنا بس يا ري واحنا احنا في النادي الاهلي مركزين في شغلنا بس هم مركزين في شغلهم بس وده كان الحقيقة وجهة نظر للشناوي بس كولر وشوف المطمر عليه علامة استفهام كبيرة عايز يقول ضربة سابتة مش ضربة سابتة انا كسبت تفاعلوا بالخير تجدوه على فكرة جماعة على فكرة اكيد اكيد وكل التوفيق وكل التحية وكل التأدير لفريق العين الاماراتي اللي بيشرفنا ونورنا هنا وكل واحد اماراتي على ارض مصر بلده التاني واحنا ما بنروح هناك بنشوف ترحاب غير طبيعي غير طبيعي واحد يقول لي انت كل حلقة بتشيد بالحتة دي لان عشتها عشتها هناك عشتها بمنتاز صراحة لا بمنافسة ولا بحاجة عشتها هناك مع خالب بيومي عشتها مع يعقوب السعدي عشتها مع عماد يوسف عشتها الحقيقة مع ناس كتيرة جدا جدا ديناك عشتها ازاي بدعم وبحب وبصداقة وبخوة وبكل حاجة في الدنيا فبالتالي هنا عندنا بالمثل احنا نبرح لأول مرة على قناة نقول اننا حيكون موجود بكرة على قناة توزابي عقوب في تغطية خاصة جدا تغطية رقعة جدا لان احنا فعلا بنعتبر ان الناس دي اخواتنا بمنتهى الصراحة وعايز اقول لحضراتكم حاجة الناس النهاردة الناس النهاردة زي ما هي بتبص على اللقاء زي ما هي الناس بتقول ان ان شاء الله بإذن الله بكرة معادل المحاكمة بتاعة لعيبي نادي الزمالك اللي احنا مش نسينهم وبندعي لهم ان شاء الله بإذن الله ان الازمة تنتهي بكرة على خير ويرجعوا ان شاء الله بإذن الله لأهليهم وقصرهم با السلامة وكلنا الحقيقة ثقة في عدالة القضاء الاماراتي وعلى ثقة كبيرة جدا جدا ان شاء الله بإذن الله وكل التحية للكابتن حسين لبيب ومجلس ادارة نادي الزمالك اللي موجود عدد كبير منه هناك ويتعامل مع المنضوع بشكل هادئ لعب اللقاء بشكل هادئ الامور مشت على ما يرام وان شاء الله بإذن الله تنتهي الازمة على ألف خير كلر كان بيتعجب وهو كذبان بطولة مين الغريب كلر ولا الاعلام ولا الجمهور لا كلر عليه ان هو يفهم ويستوعب انت بتضرب الاهلي اللي بيكسب على طول والاعلام رأيه مصبوط وانا لو ما كان الاعلام حسأل نفس الاسئلة انا عايز مكسب وعايز أداء وعايز متعة وعايز أداء رائع وعايز كل حاجة لان انت بتضرب الاهلي وانت بتضرب الاهلي لازم تبقى عارف ان في ظهره اعلام قوي في ظهره جمهور قوي في ظهره مشجعين بالملايين لازم تبقى عارف ان الاهلي بيكسب كل البطولات ويخش بمنافس قوي على كل البطولات فالناس لازم تتعجب لو النهاردة الأداء مش هو اللي رضيهم ومكسب بطولة وخسارة بطولة شيء زعل جمهور النادي الأهلي وفي الرياضة عادي بس هو ده أدرك انت بيجي لك إمكانيات معك وماشا لازم تكسب كل المباريات النادي الأهلي ما عندوش دايما أي مبارات أنا ليه ما كسبتش خصوصا أن جمهور النادي الأهلي الكبير العظيم بكرة حاضر وبقوة في الساد القاهرة حاضر وبقوة في الساد القاهرة وحط تحت دي عشر خطوط بكرة تأمين قبل ما يبقى فيه تأمين تنظيم رائع من جانب تسكرتي وليد عبو أب في الساد القاهرة استقبال رائع الساد القاهرة بكرة حيكون على قدم وصاق مؤسسات الدولة المصرية وزارة الداخلية والناس الحقيقة اللي بتشقى علشان تأمن القصة الشركة الأفريقية وأخيرا أمن النادي الأهلي أمن النادي الأهلي وحط تحت دي بعد إذن حضراتكم عشر خطوط لأن الناس دي فعلا دايما في المحافل الكبيرة بتبقى في مشهد رائع جدا ده اللي احنا شفناه ده كولر وهو مع لهوش ضغوط